وإلى إيران حيث أكد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي في كلمة له من محافظة خورستان أن الفيتو الأمريكي على مشروع قرار وقف العدوان على غزة كشف الوجه الحقيقي للثقافة والحضارة الغربية أمريكا وبكل وقاح تصوت مرة أخرى بالفيتو على مشروع قرار وقف إطلاق النار على غزة هكذا تجسد الحضارة الغربية نفسها هذه هي الحضارة الغربية هذا هو باطن رجال السياسة في الغرب ظاهرهم مرتسم وباطنهم كلاب مسعورة وذئاب مفترسة هم يكذبون أنهم ديمقراطيون ويكذبون أنهم ليبراليون ويمررون مخططاتهم بالنفاق صمود قوى المقاومة أثار إحباط العدو يأسه وصبر سكان غزة أمام القصف والمآسي يعكس إيمانهم الديني العميق